الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام الاتحادات القرية الخاصة بتصنيفات أندية كل قرة لتحديد الأندية المستحقة للمشاركة في كاس العالم بنظامها الجديد 32 نادي في أمريكا ابتداء من 20-25 وبقرار الفيفا الصفر أكبر من التسعة ليه؟ اللي بانا الحلوة أو الآخرين بيحبوا دايماً يرددوها أنه الزمالك خد تسع ألقاب في أفريقيا عنده خمسة في دور الأبطال والسبعة أكبر من التسعة وفيه بعض السيناريوهات وبعض كتاب السيناريست أكتر من سيناريست أوحوا للساز مرتدى منصور أنه يعمل يفطى بعرض الريف ويعلق ويقول بطولات الزمالك بالمش عارف لإيه والإيه مش بالمجاملة والاتهمات يفط أحاطت بجدران نادي الزمالك مجلس الإدارة الجديد اللي مسك شاف أنه ده عبث وإن لتقييمة فشال الكلام ده كله لكن فضل ساكن مش على ليفط بس في أدمغة ناس كتيرة أنه الأهل ما استحقش نادي القرن وأنه ما فيش تصنيف وأنه ده كلام مش قانوني وأنه السبعة أكبر من التسعة والتسعة أكبر من السبعة كلام ده قضوا فيه حوالي عشرين سنة أو يزيد لأنه من أول ما إعلان نادي القرن في بداية الألفية الجديدة في 2001 بدأت بقى الراغدة كله لغاية دلوقتي لغاية ما تشالت اليفط العجيبة وإذا بالاتحاد الدولي يعتمد نظام الاتحاد الأفريقي اللي فضل ماشي بنفس المسطرة من سنة 94 لغاية اليوم أنه التصنيف قائم على المشاركات بمعنى أن أنت لما تدخل بطولة دور الأبطال أو كاس الكوس قبل كده بتاخد نقطة تعد دور الستاشر تاخد نقطة تلعب دور التمانية تاخد نقطتين تروح للسيمي فاينال تاخد تلاتة خط البطولة تاخد أربعة حط مصطرة النقاط اللي اعتمد عليها مش الكاسات اللي محطوطين على التربيزة واللي عايزين يسوي بين كل كاس وكاس يقول لك عندي تسعة واحد يوم اتنين أفرق أسيوي ما بيتحسبوش على الكل المهم في الموضوع ده مش بس الأهل الأول عشان عنده أكبر عدد من النقاط ده أنتوا التصنيف اللي حتشوفوه دلوقتي حتكتشفوا أنه بقرار الفيفا اتضح أنه بالمفهوم والزهنية نفسها المصرية ديت أن الصفر أكبر من التسعة شايفين التصنيف اللي أعلن واعتمد من الفيفا مكتوب إيه فوق الأهل الأول مية وعشرة نقطة ماشي عدد النقاط الوداد التاني مية واثنين ساندونز واحد وتمانين التراجي خمسة وسبعين بلوزداد تسعة وخمسين بيترو أتليتكو تسعة واربعين سيمب التنزاني خمسة واربعين الرجاء المغربي خمسة واربعين الهلال السوداني تلاتة وثلاتين حوريا كونكر تسعة وعشرين كايزر شيفز الجنوب أفريقي تمانية وعشرين والزمالك تمانية وعشرين طبعا الزمالك ده تصنيف أو ترتيب متأخر جدا لا يليق بقيمته أنه نهاية القرن اللي فات كان هو وصيف النادي الأهلي كنا بنقول أنه فخر الكرة المصرية أن الأول والثاني مصريين فالناس اتفرغت لرجم الأهلي والإشاعات وثابت شغلها كان يكفيهم فقط أنك تفضل تحدف على النادي الأهلي فكان أن الزمالك اللي ختم القرن اللي فات في تصنيف الكاف هو التاني النهاردة في تصنيف نفس الكاف المعتمد من الفيفا بيتراجع للمركز الـ 12 النقطة العجيبة الغريبة الكاشفة بقى في الموضوع ده إيه الزمالك صاحب الألقاب التسعة في دورة أبطال أفريقية أو في البطولات الأفريقية كلهم واللي واخد عنده خمس ألقاب في دورة الأبطال الأندية اللي بتسبقه عنده صفر تمتخيلين فيه ست فرق ولا واحد فيهم خد بطولة واحدة في دورة الأبطال ما هو الجدول هو بس عشان نتش يتابعنا وترتيبه أول جدول يا جماعة عدد النقاط تاني جدول عدد الألقاب في دورة الأبطال الترتيب الحالي التالت الترتيب لما تيجي حتشوف حتلاقي الرجاء بيسبقه ثلاث أنديه ما عندهش ولا بطولة بصوا بالنسبة للزمالك عشان أقول لكم خلينا في الرجاء الأول قبل ما توصل للزمالك يعني مش مسألة تخص الزمالك هذه قاعدة الرجاء عنده خمس واربعين نقطة وعنده ثلاث بطولات في دورة الأبطال يسبقه ثلاث فرق ما خدوش ولا بطولة وبعدين يليه ثلاث فرق ما خدوش ولا بطولة ثم زمالك بخمس ألقاب طيب زمالك يسبقه شباب بالوزداد الجزائري ما عندوش ولا بطولة صفر في دورة الأبطال بترو أتلتكو الأنجولي بتاع فلابيو جيلبرتو صفر من دورة الأبطال سيمبة التنزاني صفر من دورة الأبطال الهلال السوداني صفر في دورة الأبطال هوريا كوناكري الغيني صفر في دورة الأبطال كايزر تشيبز الجنوب أفريقي صفر في دورة الأبطال يا جماعة ست أنديا عندها صفر الصفر بتاعها أكبر من ألقاب الزمالك في دورة الأبطال ليه؟ يعني وبعدين يقولك إيه أصلا ده مصطفى فهم اللي عمله مصطفى فهم من يعني بطولات الزمالك اللي خدها في أفريقيا كانت كلها في وجود المهندس مصطفى فهم بعد ما ميشي بعد ما ميشي الزمالك بخدش ولا بطولة ألقاب الأهلي زادت في دورة الأبطال ومشاركته في كلاس العالم من بعد الباش مهندس بعد ما ميشي مصطفى فهم وبعد ما اتحاد الكرة الإدارة التنفيذية بتاعته بفهش مصري واحد أنتوا متخيلين أنه الزمالك يبقى الاثناشر بقى ألقابه وست فرق مجموعة بطولاتها في دورة الأبطال الصف تسبقه لسبب بسيط عشان الناس بفهمة النقاط شارك في كام بطولة وصل لكام دور وانت ما بتشاركش في دورة الأبطال أو لما تشارك بتكملش بعد دورة المجموعات فرصيد الزمالك أصبح 28 نقطة في مقابل الأهلي 110 نقاط بصوا العدد كام على فكرة نهاية القرن اللي فات كان كل اللي بين الأهل والزمالك ثلاثة بنت بصوا التراجع حصل إزاي وحفاظ الأهل على صدرته بقى يتعامل إزاي أنا بس عايزة أقول حاجة المعيار والنقاط هو المعيار الموضوعي الأول في ترتيب أي شيء في ترتيب الأول عثاني وإيه العامة ما بيقول لكش جاب فول مارك في كام مادة بيقول مجموعه إيه فيه نظام بيعلن المجموع ده المجموع هو نقاط المجموع ده نقاط طيب تعالى في الرياضة الأول في التينس الرانكينج بيترتب إزاي يقول لك النقاط مش عدد البطولات اللي كسبها ويقول لك قفزها من كذا إلى كذا في السكواش عشان دي المصورين بيتطبقوا بس يا جماعة وهي في كل الأحوال هو نظام أعلن يعني أنا بس بجملك كل حاجة يعني لأنه هو أعلن مش لأنه ووقت ما أعلن ووقت ما أعلن إعلانه كان الأهلي يسبق الزمالك بحول 17 ربون الزمالك استرزاد ده قل فارق بعد بعد الإعلان مش 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 التسع على الفارق بعد الإعلان ده قل فارق إلى ثلاث نقاط أنا السكواش يبقى اللعيب خسر آخر ثلاث بطولات وما زال يحتفظ بصدارة ترتيب لعيب العالم نقاطه في البطولات وعلى فكرة هذا نظام في يعني في إلا لما تيجي تقول إيه تعسق هو هو البوكس البوكس بالقضية يا بالنقاط مش يا جماعة هي دي كلها يعني الموانس عادلة عايز يتكلم على أهمية النقاط ومع هذا خلق بك هو المعيار ده معيار الموضوعي إنما أنت عايز بقى بعد ما ينتهي كل حدث وبعد ما ينتهي كل موضوع تفكر في إيه اللي كان ممكن يغير مصار البطولة لصالحك فعايز نظام يخصك أيوة فتبتدي بعد الليلة ما تخلص تقول ما أنت لو عملت كده كنت أنا بقيت القاو ها لو عملت كنت وعلى فكرة لو تقالي إن ده المعيار كان القاوة يتصرف بطريقة تانية لكن ينسحب وكان شارك في كل البطولات اللي أنت مشارك فيها ما كانش راحل الكاس وإنت بتلعب في الدوري عشان يحتفظ بالكاس لأبد كان عمل زي ما قلنا من بدري في القضية بتاعت الشيبي فيه ليحة فيها نصوص هنا فيه نظام أعلن له تصنيف بموجب هذا التصنيف تم هذا التقييم هل هتفضل أدمغة البعض مشغولة بإنه الأهل اخذ حاجة مش من حقه شوف إنت إيش حالك اليوم وصلت الفين نحن نتمنى كل التقدم لأنه على فكرة يعني الزمالك يستحق ما أنت بتتكلم على بيرامز وتتكلم على أندية سبقت الزمالك كتير في حصادها العام فالناس المفروض تنتبه لشغلها وتشوف ده إيه بدلا ما أنت عملت الدعي وناس فعلا شغلت مغها أصلا بطولات الأهل حرام أصلا المال الحرام الحرام بعينه أن الناس دي تطلع على الشاشة وتتكلم أنه يطلع واحد يتهم بطولات الأهل بالحرام ويتساب هو ده الحرام واسمح له آه ويحتفى به ويعتبر أنه الرجل ظاهرة الحرام أن أنت تيجي تقول لي فيه واحد يقول لك يوده للأهل حكام مصر في كاس العالم هياخد كاس العالم ومحدش بي أنزعج المصيبة أن أنت مش بتتهم الأهل بس أنت بتتهم حكام مصر كمان هو الأهل والأهل لما كسب اتحاد جدة كان بحكام مصر ولما كسب بطل آسيا أوراوى الياباني أيها الجاهل كان بحكام مصر ده قبل ما يكون انتقاص في حق بطولات الأهل ده انتقاص وتهجيص في حق حكام مصر بجدة بس إزاي يكون ده موجودة على الفضائيات اتهام بطولات الأهل بالحرام طب اتفضل شوف الرانكينج أنت المشكلة الكبيرة لحد بيقرأ ولا بيتابع ولا بيعرف أي حاجة بيطلع بس اللزوم الشوق علشان يعمل جذبه لافت انتباه يبدأ الكلام الفارغ اللي انتو بتسمعوه ويتقال ان ده رياضة لكن الحقيقة حتى السادة المزعين في التوكشوق ده يقوم جدا اللي بيحصل فأطلق الزميل تامر أمين غضبته الشهيرة الشديدة في كلام النسوان الرياضي وبعدين بقى في التهجيز ترجمة نانسي قنقر